موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين موسيقى العليمي يؤكد ترحيب مجلس القيادة بكل الجهود المخلصة لإحلال السلام المبني على إنهاء الانقلاب موسيقى إشية الحوثي تواصل حملتها المسلحة ضد سكان قرى همدان شمال صنعاء موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف حكومة اليابان في دعم قضايا الشعب اليمني والحكومة اليمنية أكد العليمي خلال لقاء القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن كزوهير هجاشي ترحيب مجلس القيادة الرئاسي بكل الجهود المخلصة لإنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل والمبنية على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعرض العليمي مستجدات الشان اليمني على مختلف الأصعدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ومدى انعكاساتها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع وكذا جهود المجتمع الإقليمي والدولي لتحقيق السلام من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الياباني التأكيد على دعم بلاده لمجلس الرئاسة وجهود إحلال السلام مشيدا بموقف المجلس في تحقيق السلام رحبت الحكومة اليمنية بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجميع التشكيلات الخاضعة لها منظمة إرهابية وأوضح وزير الإعلام معمر الإيراني في تصريح لوكالة سبا أن جرائم وانتهاكات النظام الإيراني لم تقف عند قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المحافظات الإيرانية وقتل الشباب والنساء والأطفال وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بل امتدت لتشكل تأسيس وإدارة الميليشيات الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة واستهداف أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية وتنفيذ سياساتها التوسعية وأطالب الإيريان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتجديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشؤون اليمنية بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة لميليشي الحوثي والعمل على إدراج الميليشيات وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية باعتبارها أحد أهم أذرع الحرس الثوري في المنطقة والتي تهدد الأمن والاستقرار أشهد المبعوث الأممي إلى اليمن هانت جرومبرغ بالجهود السعودية الرامية إلى خفض التصعيد من أجل التوصل لتسوية سياسية يمنية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة جذلك خلال لقائه وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويس ريسيا ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السعودية إن اللقاء استعرضت جهود السعودية والأمم المتحدة الهادف إلى أمن واستقرار اليمن بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة في دعم مجلس القيادة الرئاسي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية قال السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفى إن هناك تغييرات إيجابية في الملف اليمني بفضل جهود السلام التي يبذلها السعوديون والعماليون إلى جانب جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن هانت جروندبرغ التي تدعمها فرنسا بقوة وأعرب صفى في تصريحاته للشرق الأوسط عن أمله في أن تفتح صفحة جديدة في اليمن فقد تعب الشعب من الحرب ويريد أن يعيش بسلام وأشدد صفى على ضرورة أن تؤدي الجهود إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات سياسية بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وأشار صفى إلى أن طريق السلام في اليمن يمر عبر المصالحة الوطنية وتقبل الآخر وولاء كل اليمنيين لوطنهم واحترام القيم الإنسانية والمساواة بين جميع المواطنين عبر دولة تخدم جميع اليمنيين أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز على ضرورة مواصلة التطوير والتأهيل ومواكبة المستجدات في مختلف البجالات العسكرية والقيادية من أجل تادية المهام القتالية على أكمل وجه جذلك خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة تأكيل القادة دفعة الشهيد الفريق الركن أمين الوائلي الذي وهب روحه رخيصة في سبيل الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد تنظيم جماعة الحوث الإرهابية المدعومة إيرانيا وأشار الفريق بن عزيز إلى المهام الوطنية الملقاة على عاتق أبناء القوات المسلحة المتخرجين من مثل هذه الدورات مثمنين أو متمنيا للخرجين التوفيق والنجاح في أعمالهم ومهامهم القتالية وأشدد رئيس الأركان على دور إبطال الجيش والقوات المسلحة في اكتثاث تنظيم جماعة الإرهاب الحوثية المدعومة إيرانيا من اليمن والمنطقة العربية وثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية والقوات المسلحة في مختلف المجالات تواصل ميليشيات الحوث الإرهابية حملتها المسلحة ضد سكان قرى مدرية همدان شمالي غرب العاصمة صنعاء وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوث استقدمت في وقت متأخر من ليل أمس تعزيزات عسكرية إضافية وفرضت حصارا خانقا على قريتي العشة وبيت دودا بمدرية همدان وأشارت المصادر إلى أن الحملة الحوثية المسلحة صاحبها عملية تخريب لمنازل ومزارع المنطقة وكانت ميليشيات الحوث اقتحمت يوم أمس عدة قرى في المديرية واختطفت نحو تسعة عشر مواطنا بعد اقتحام منازلهم أدان المركز الأمريكي للعدالة الحملات الحوثية التي تنتهك حقوق المدنيين وكرامتهم واعتبر المركز الأمريكي في بيان الحملة الحوثية على قرى مدرية همدان امتدادا لحملة سابقة وقعت على قرية العرة في نفس المديرية وشبيهة بحملات أخرى على مناطق ومدريات في محافظة صنعاء والمحويت والحديدة بغرض الاستيلاء على الأراضي والعقارات واستغلالها لصالح جماعة الحوثي وقال المركز الأمريكي أن الحملات الحوثية على قرى ومنازل المواطنين في همدان تمثل اعتداء على الممتلكات الخاصة التي حماها الدستور والقوانين اليمنية وسلوكا عنصريا تنتهجه جماعة الحوثي للإخلال بتركيبة المجتمع وتجدير أو تجريد أفراده من حقوقهم وحرمارهم من الملكية ما يهدد هويتهم وتماسكه وينذر بإفقارهم وطالب المركز الأمريكي للعدالة باستعادة دور مؤسسات وأجهزة الدولة في تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية باعتبار الحل الأمثل والأوحد لضمان الحقوق والحريات وتجنيب البلد والمنطقة نتائج هذه الممارسات بهمة عالية يدخل اللواء 170 دفاع جوي في تعز العمل الجديد متسلحا بخطط كبيرة وجهود دؤوبة لتطوير الأداء ورفع القدرات القتالية وتعزيز مهارات الأفراد اللواء 170 دفاع جوي أحد ألوية محور تعز بدأ عامه التدريبي كعام مختلف عن بقية الأعوام التزام ونشاط وجاهزية وإرادة نحن نقف في بداية هذا العام ومن أهدافنا أولا توحيد الصف كذلك توحيد الهدف توحيد هذه العوامل عوامل تعتبر عوامل الانتصار نحن لنحقق هذا الانتصار لابد من عمل متواصل ليلة من نهار في صاقل المهارات للأفراد والضباط والجنود وكذلك الارتقاء بالمسوى التعليمي هذا العام إن شاء الله يكون بداية الانطلاقة قديدة بشكل قديد بوعي قديد بروح معنوية قديدة لتلاشي ما كان من سلبية المعامل في الأعوام السابقة العام هذا له خصوصية بأنه عام يسوده النشاط تسوده الأقوة يسوده الروح المعنوية العالية يسوده روح العمل الجماعي الذي به سيكون النقاح إن شاء الله تعالى لو كان في السابق كان هناك نوع من العمل الفردي اللقاء بمنتسبي اللواء ضباطا وأفرادا وإطلاعهم على الجديد والرفع من معنوياتهم أحد التزامات القيادة اليومية كما أن اللواء وصل إلى مرحلة النجاح الإداري والمتابعة والاطلاع على دقائق الأمور بالميدان كون الحرب مستمرة مع ميليشيات الحوث الإرهابية فهذا العام عام تحرير وعام نشاط وعمل ويختلف عن الأعوام السابقة وإن هذا العام إن شاء الله الجميع متعاونين ومتكاتفين لدحر هؤلاء ولبناء الصف وتحرير ما تبقى وخاصة من هذه المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى إنه سيكون عامل التحرير والمصر التقدم بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال قيادتنا الحكيمة والمعنوية العالية لدى الأفراد الدخول إلى أروقة اللواء يشعر الزائر بمدى الانضباط والحضور لكل الأركانات والتزامهم بالمهام الموكلة إليهم بحسب توجيهات المحور ووزارة الدفاع العدو مهما كثاف مهما حشاد مهما أمام عذالة قضيتنا أمام إيماننا بقضيتنا أمام إصرارنا على الناصر لا يساوي شيء أمامنا والإرادة موجودة والعزمة موجودة عندنا والمعنويات مرتفعة عالية مهما كان نحن على الحق ثابتون ومصرون ومصممون وخاصة مع إشراقة العام القديد هذا نحن متفائلون كرم اليوم اللواء 170 دفاع جوين قبل إذاعة وطني إثئم لتعاونهم الوثيق إعلاميا مع الإذاعة كونها أكثر ارتباطا بهم وبالمقاتلين ولأهمية الإعلام بمعركة التحرير والعمل كفريقا واحد الإعلام هو الروح التي تعبر عن مشاعر القيش الوطني عن أحاسيسه عن وطنيته عن التزامه عن منقزاته عن مواقفه عن نضالاته عن المعاناة التي يعانيها القيش الوطني عن الانتصارات التي يحققها في الميدان فالإعلام هو معنوية القيش الإعلام صوت القيش القيش الوطني مع الإعلام في تلازم ومعركتنا واحدة نحن من أول انطلاقات المقاومة والجيش الوطني الإعلام كان حاضرا وحببنا اليوم أن نكون موجودين هو تتويقا لهذه المهمة المتبادلة بيننا والمتكاء التي تربطها علاقة تكامل اللواء 170 دفاع جوي يعمل بخطان متوازيان بالجبهات وتدريب وتأهيل الأفراد لإعدادهم لمعركة الانتصار وتحرير الأرض والإنسان من المشروع الإيراني وميليشياته الإرهابية باليمن عامة وتعز خاصة ولم تعقه قلة الإمكانات عن الوصول بأفراده إلى مرحلة الاحتراف قال الأستاذ المساعد في جامعة سيئون أنوى الرمضان مساعد إن أحلام الفرس بعودة إمبراطوريتهم يعد من أبرز أسباب الصراع في المنطقة وفي ديوانية سيئون الثقافية تحت عنوان المطامع الدولية في المنطقة الأسباب ووسائل التعامل معها استعرض مساعد خلفية الصراع والطوائف الرئيسية المشاركة فيه وأسبابه وواجب الأمة العربية والإسلامية نحوه وأكد مساعد على ضرورة استشراق المستقبل وتوحيد كلمة المسلمين ونفذ الخلافات والصراعات البينية وتأمين الغذاء ودعا الدكتور مساعد إلى إعادة الاهتمام بزراعة النخيل في والي حضرموت ومواصلة جهود الأجداد والأباء الذين يساهموا في توسيع الرقعة الخضراء بالوادي والتي بدأت تتلاشى في السنوات الأخيرة قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مارب إن تأخر برنامج الغذاء العالمي في صرف المساعدات الغذائية ينذر بكارثة إنسانية وعدعت الوحدة التنفيذية في بيان برنامج الغذاء الأممي إلى سرعة صرف المستحقات الغذائية للنازحين خاصة في فصل الشتاء القارس الذي ضاعف من معاناة النازحين في المحافظة وعربت الوحدة التنفيذية عن تخوفها من أن يؤدي تأخير صرف العوائد الغذائية إلى إعطابها جراء طول الفترة وسوء فترة التخزين الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المستهلكين وطالبت الوحدة التنفيذية برنامج الغذاء العالمي بإضافة النازحين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار على الرغم من احتياجهم وانطباق كافة المعايير عليهم دشن وكيل محافظة ماريب الدكتور عبدالرب مفتاح والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة في اليمن بيتر كوهن دشن العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لمخازن اللقاحات التابعة لمكتب الصحة والعامة والسكان وأكد مفتاح على أهمية هذا المشروع الحيوي والذي يمكن تطويره مستقبلا وتنفيذ مشاريع مماثلة في المستشفيات والمشاريع الأخرى لتوفير الطاقة المتجددة والنظيفة والآمنة وثمن التدخلات الإنسانية لمنظمة اليونزيف في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين العليمي يؤكد ترحيب مجلس القيادة بكل الجهود المخلصة لإحلال السلام المبني على إنهاء الانقلام إيليشية الحوثي تواصل حملتها المسلحة ضد سكان قرى همدان شمال صنعاء في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر